الحكومة عايزة تتنبأ بالأزمة قبل وقاعها طب الأزمة وقعت ولم تتنبأ الحكومة بهذه الأزمة الأزمة بقالها أسبوع أي حد فينا أنا وحضراتكم وكل الناس عارف أنه تجار الأجهزة الكهربائية أصبحوا مصصين دماء ما بيهزروش أنا هل بقى مش بتكلم على المصنعين خلي بالك إحنا عندنا في مصر المصنعين كبار والحقيقة ناس زي الفل دول ملهمش دعوة لكن في الأخر خلص في موزعين وفي وكلة وفي تاجر وفي أطاعي وفي جملة إلى آخره الناس دي بتقرر أنها ترفع السعر زي ما هي عايزة يرفع سعر التلفزيون يرفع سعر التلاجة والمروحة والتكيف والبوتجاز والشفاط وسعر اللمبة وسعر متر السلك وسعر مش عقل بمزاجه طيب إذا كانت الحكومة قادرة على التنبؤ في لماذا لم تتنبأ وإذا كانت الحكومة سوف تنشئ منظومة محكمة للتنبؤ وماذا عما يحدث الآن في وقتنا الراهن وأنا أتحدث مع حضراتكم وإن أنا كلامي الحقيقة طبعا مش موجه للمواطن لكن موجه بالتحديد للمسؤولين عن هذه الأمور في الحكومة يعني أنا هفح بكرة الصبح إمتى يعني أي غد أنتظره حتى أرى أن هناك ضرب بيد من حديد على كل من تجرأ على رفع الأسعار بهذا الشكل دون ضابط ولا رابط المسألة ما هيش إجراءات عنيفة لا دي ما اسمهاش إجراءات عنيفة دي اسمها الضبط اسمها الضبط لازم يحصل هذا الضبط الزغلول الكبير يتجاب يطلع فيه أربع خمس زغليل يتجابوا تتدبح رأبيهم طبعا مش بالمعنى الحرفي بتاعي تتدبح لكن هيوقع عليهم العقوبة كيفما تقرها القوانين المعمول بها في البلاد إذا كان فيها غرامة كبيرة إذا كان فيها حبس إذا كان فيها تشميع إذا كان فيها مصدرة إلى آخره لكن دا لسه ما حصلش أنا ما شفتش زغلولي يعني الناس مش قادرة قعد بأنها هتنزل هتعمل هتروح مفيش ولو فيه النظر القليل لا يسمن ولا يغني من جوع خالص بدليل الوضع القائم الله طب وبعدين طب هي في الأجهزة الكهربائية بس لا وفي الملابس فيه مواد البونة مواد التشتباط يا راجل انت لو رايح تشتري لمبة ألاووز هيتقل لك والله اللمبة دي بتلاتين تجيله بعد بكرة خمسة وتلاتين ليه دولار يا باشا دولار ايه يا عم ما هي عندك دولار ايه ايه اللي احنا بنقول وده وايه اللي احنا بنسمح بيه ده وايه اللي احنا يعني فيه اصرار كده على ان احنا لازم نقلق لا 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 انا امبارح كنت نسي بقولك ولا اول امبارح حد قلت الحكومة دي الجهاز التنفيذي ده وبالقطع فخامة رئيس عدوا بينا ما لم يكن نتخيل ان احنا هنعديه وعملوا ما لم نكن نتخيل انه هيحصل في البلد لك انا بتكلم دلوقتي على اجهزة تنفيذية واجهزة او بد ادق الاجهزة الرقبية جو الحكومة انا منتظر الفعلي انا منتظر ولازلت منتظرا واخشى كل الخشي ان اظل منتظرا فانتظر وانتظر كيفما قال الرجل في كان عبد المنعم مدبولي كان عبد المنعم مدبولي ولا محمد ضعف مسلس في المسرحية واخذ يفكر ويفكر وصار يفكر ويفكر ثم اصر على ان يفكر ويفكر فذهب كي يفكر ويفكر فالحكومة مصرة وستصر ولازالت مصرة وستصر اكثر واكثر ايه كل بعد هذا الاسرار هنعمل ايه فين الاجراء العملي يا جماعة ده كان في حاجة كده بيبقى بتعملها الشركات زمان عشان تضمن انه اسعار خدمتها او منتجاتها شركات بتاعة ديت الجنسية وشركات الدولية وما الا زك فيعمله حاجة اسمية ميستري شابر ينزل يلف على الفروع بتاعته هو هقوليش ده فروع حاجة تانية ينزل يروح على الفروع بتاعته الموزعين بتوعه يتأكد انه عملية البيع بتتم صح التسعير بيتم صح وهو مش نزل باعتباره موظف في الشركة من الادارة بتاعت الرقابة بتاعت الشركة دي لا ونزل الراجل عادي خالص لابس ترينينج سوت كده وسلامه عليكم وانا عايز اشتري كزا تمام اه مخالفة هاتو الغي عقد التوزيع بتاعه الغي عقد التوكيل بتاعه لا ده الموظف ده مش ولابد انقله عقبه حقق معاه ماشي فين الميستري شابر هزا الراجل الغامض بسلامته لازم ينزل راجل الغامض بسلامته ينزل من الموظفين المحترمين الأجلاء بتاعنا ينتشروا انتشار النار في الهشيم في كافة الأسواق في ربوع جمهورية مصر العربية من أبعد نجع لأكبر وقت خن مدينة العاصمة القاهرة الساحرة انزل وعندك حق ضبطية القانون ادي لك كل حاجة يلا يا جماعة دا لو عملنا كده مرة كل أسبوع يا دين النبي هتلاقي كل الأسعاد دي تريك ولا حد يقول أصل الدولار كله هيخرص لكن احنا ما بنعملش كده أنا مشكلتي في ان احنا بنظن ان احنا بنعمل كده أو بنظن ان اجراءاتنا القليلة البسيطة المتبطأة من شأنها حل المشكلة لا الاجراءات لازم تبقى كثيرة متسرعة فاعلة قوية رادعة حازمة حاسمة